لكي يستعيد مارتي سيطرته على القبضة لا بد من الذهاب الى مدرسة القوة الحديدية وهي اخر محطة زارها ايون وقد ارسل اتباع الزعيم لايتنج لاستياد مارتي ولكن قوى الامن ادركت ذلك الخطر فارسلت سلاحها الالية السري شادو وفي هذه الاثناء اخبرت لي لقوى الامن عن طريقة عمل الفيفانتور الذي صار الان في قبضة اتباع الزعيم ماضي مثل السيف الماضي لأحارب من زرعوا في ماضيهم اوهام الاشراء الحاضر من ثمر الماضي والمستقبل رهن فيما يبذل اثناء الاحراء فأبي من قبلي لم يخضع عن دربي ابي لا لم ارجع هو دربي الاحراء سواجوا الامي لأحقق احلامي دربي الاحراء مصورة بالاخطار صبر محن لا تكنيها فنهاية دربي الحر تكلل بالغار بهزيمة من زرع الاشواك للأحياء دربي الاحراء تكلل دوما بالغار بهزيمة من زرع الاشواك والمرار حراس مدرسة القوة ها؟ هل ستقاتلهم جميعا؟ كيف ستستطيع فعل ذلك؟ نعم إنهم أكثر منا سيقضون علينا لا تقلب سيقاتل المخبر شادو إلى جانبنا فاطمئن المخبر شادو أنت واثق بقوته المخبر شادو إنه بارع في مهمات المراقبة والتجسس وحركات الاستطلاع وهو مزود بمئة وخمسين سلاحا قتاليا مدمرا وهذا يجعله المخبر الأكثر تمييزا في الاتحاد وهو معد للمهمات الصعبة السرية هكذا إذن ولكنه كان مجرما علينا الحذر لا تقلق لأنه أخضع لعادة تأهيل مكثفة جدا المجرم مجرم أنا لا أثق به راجع ملفاته كاميرات المراقبة ستذكرك بماضيه فقد استغرقت قوى الأمن ثمانية أشهر لتعقب شادو واحتاجت إلى عشرين مقاتلا للإمساك به ولم يتمكنوا من ذلك لو لا تدخلي ومحتمال عودته إلى تصرفاته القديمة بصراحة لسنا واثقين وتعرضنا في أثناء إعادة تأهيله لتدخلات برمجية غريبة نسي خلالها نفسه ومن يكون وانقلب إلى مجرم حليف للعدو خلال أجزاء من الثانية لا أصدق هذا يبدو أنه شخص خطير جدا لا تقلقي لا يزال تحت المراقبة لم يثق به بعد شيء آخر حقق في الاختبار الأخير معدل أمان يصل تقريبا إلى ثمانية وتسعين في المئة ولهذا السبب وضع شادو تحت التجربة وأوكلت إليه أولى مهماته والمهمة هي مراقبة مارتي وحمايته مستحيل ماذا؟ يا إلهي برق مطر غير مريح كيف تتحدث عن الجو في موقف كهذا؟ عندما تمر هذه العاصفة لن تخلف وراءها شيئا لطالما عرفوا بالقادة الأربعة الذين لا يؤسمون أبدا انظروا هناك أين اختفوا؟ أسنع يا مارتي أنا لا تحب بسرعة لا يمكنك الهرب بالمطر لا يمكنك الهرب بالمطر لا يمكنك الهرب بالمطر وداني وريثيون اشتركوا في القناة حتى ايو نفسه لا ينج منه لا احد يمكنه الهرب من بطش مطار اخيرا نجحنا في مهمتنا هيا لنغادر مارتي 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 انذا اعرفوا مارتي 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 ليت أني كنت يوماً شجاعاً مثل مارتي 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 مات مارتي باتونز لا يزال صوته يعني أنه في وذني باتونز خف عن النحيم وساعدني أين أنت؟ أنا هنا في الأسفل ساعدني مارتي لا تزال حيلاً مالذي تفعله؟ ماذا تنتظر؟ هيا دمرهم جميعاً مالذي أفعله؟ لا لا يمكنني المظهر هل أنت بخير؟ مارتي الحمد لله على سلامتك يا صديقي كفا يا باتونز مارتي لا أصدق أنك معي ثمية مارتي انتهيت لقد كان إصلاح المركبة عملاً سهلاً لا أسمح لك بتصليحي لقد تهنى في هذا المكان وأضعنا معالم الطريق الخروج سأرى إن كان في إمكاني أن أجد خريطة المعلم زانك أواثق بأنك تستطيع المسير؟ ما العمل لو ظهر برق وبرد وسقيع ثانية؟ هل فكرت في ذلك؟ لم أعد أشعر بأثر لأي واحد منهم إننا في أمان في الوقت الراهن علينا المتابعة ما دام ذلك ممكناً سنفعل ذلك ولكن بعد أخذ قسط وافر من الراحة هيا بنا يا باتونز يبدو أنكم لا تتمتعان بحس الفكاهة إننا في أمان علينا المتابعة ما دام ذلك ممكناً السجين فون رايمر؟ أطالب بإطلاق سراحي في الحال من هنا لا يجوز معاملة مدير شركة ماكسر بهذه الطريقة أصلياً لديك زائر ليلي ليلي عزيزتي هل يعاملونك معاملة جيدة؟ لقد كنت قلقاً جداً عليك ليلي أطلب إليهم أن يطلقوا سراحي يمكننا الخروج من هنا إن ساعدتني سأحضر لك كل ما تريدينه حينما نغادر أرجوك لا لا يمكنني فعل ذلك ولكن ربما تطلق قوى الأمن سراحك إن ساعدتهم ماذا؟ قوى الأمن ستطلق سراحي؟ لقد أخذوا مني ما يكفي حتى الآن ولن أعطيهم مزيداً بل يجب عليك مساعدتهم أعني ما كنت تحاول فعله كان خطيراً جداً ولكن كل ما فعلته كان لأجلك كان العالم بأسره سيصير ملكاً لنا أنا لا أريد امتلاك العالم ولكن هناك ما يمكنك القيام به إن كان أمري يهمك وما هو هذا الشيء؟ أخبرني بمكان إعادة تصنيع الزعيم الآلي لا يمكنني مساعدتك إليلي كان الدكتور تشين شديد التكدمي حتى مع أقرب الأشخاص إليه أرجوك صدقيني أهلاً بك كان هل ترغب في التحدث إلي؟ تقدمك في العمل غير مرض فأنت لم تفكك الفيفانتور حتى الآن فما السبب؟ هيا تكلم أنا آسف ولكن لا يمكنني فعل ذلك أصدرت أوامري هذا صحيح وهو أصدر أوامره أيضاً الزعيم يستحيل أن يأمر بشيء كهذا لقد قاتلنا مهن كان متشوقاً جداً إلى القضاء على أسرة آيون في حرب الأليين الأولى حسناً سأتحدث إليه في الحال ويجب أن يغير رأيه أخشى أن ذلك ليس ممكن إنه يمر بمرحلة حساسة من عادة التجميل فلننتظر قليلاً فقد لا تحمد العواقب حسناً إذن أخبرني عندما ينتحي سأفعل ذلك يا سيدي ولكنه سيكافئني على جهودي قريباً حتى وإن لن توافق على ذلك توقف أرجوكم لقد طعبت يمكنكم المتابعة من دوني الرطوم باتونس أنت جرواً آلي لذلك لن تشعر بلسعات البرد يكفي يكفي يا مارتي تشير تعليمات صنع إلى أنني للاستخدام داخل المنزل وحاسم أجريت بعض التعديلات منذ أن اقتنيتك لا أود سماع هذا الكلام هل تريد سماعي؟ مارتي مارتي لقد أتبنا إلى وسط همه القطار لكي يطبع علينا سينتهي أمرنا في هذا المكافة بارتونز إنه يقطع الجليد وأوافقك على رأيك في أنه شخص غريب ولكن أظن أنه يخطط لشيء ما فهدأ ربما يخي إلينا بذلك إننا نتجمد هنا في حين يبني هذا الرجل بيتاً من الجليد أيمكنني المساعدة؟ هل ستساعدني؟ ولما لا أساعدك؟ إننا في الخندق نفسه صحيح؟ يبدو كذلك هنا هل أنت من سكان المنطقة؟ يبدو أنك تعرف كثيراً عن الجليد ليس كثيراً لا بأس هل تعمل لحسابي قوى الأمن منذ زمن؟ قوى الأمن؟ منذ زمن؟ لا يهم حسناً أنا وصديقي بارتونز ممتناني لما قدمته إلينا من مساعدة لا داعي للشكر فأنا أقوم بما برمجت عليه وهل أنت مبرمج لمساعدتي؟ أخلد إلى الراحة الآن سأحميك من أي هجوم لا تقلق إياك أنت صديقة إنه يحاول خدا عنك إنه يحيك خطة ضدنا ترجمة نانسي قنقر إيفر 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 مجمد منذ زمن إيفر 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 تحرر 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 من الجليد المارك تحرر تحرر أرجوك من أجلنا تحرر من الجليد المارك باتونز هل عودت الحديث في أثناء نومك؟ ما دلست أنا؟ سأعاقبك لا 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 تفعل ذلك ما مصدر هذا الصوت؟ لا أرى أحدا الصوت يأتي من وراء الهضبة شكرا لك يا شادو هؤلاء هم الحراس البيت وقد صاروا على مقربة من المدرسة التي تقصدانها سنصل إليها هذا الوسعى لماذا فعلت بهذا ولأجل من تكبدت عناء هذه الرحلة حتى تجمدت أطرافي رائع أسمعت ما قاله كدنا نصل وأخيرا الدفء والطعام في انتظارنا إن تضمن ذلك الزيت الدافئ وإلا نسير في هذا البرد سأشر عندها بالتحسن لسرعة ماذا تنتظران هيا 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 هي الحقابي أيها الحارس لدي ما أقوله هل وصل أي تقرير عن رحلة مارتي؟ لا ليس بعد ولكن شاد هذا مختل وقد يعود إلى طبيعته الإجرامية أرجو أن يكون مارتي بخير إن كان بصحبة ذلك الألي المشكلة يا صغيرة أن مارتي ليس وحيدا وهنا الخطر لقد تلقينا هذه الصورة في ليلة أمس ومن يكون هؤلاء؟ القادة الأربعة الذين لا يقهرون إنهم من قوات الزعيم منذ حرب الأليين الأخيرة وهل يلاحق هؤلاء مارتي؟ لا تقلقي كثيرا فقد طلبت الإذن للذهاب إلى الجليدية فلا يمكنني الوثوق بشاد ومساعدته لمارتي ليلي طلب القائد رايمر التحدث إليك حقا؟ كما قلت لك كانت شين شديدة كتن ولكنني كنت راقبه دوما قد أفادتني مصادر خاصة بالتفصيل عن نشاط غريب وسري جدا بين عدد من الخبراء في القطاع فاي جاما قد تكون مختبرات شين هناك لست واثقا ولكنني واثق بأن شين هو المسؤول عن هذا على الأقل لدينا مكان لنبدأ البحث منه تجمل بالصبر تجمل بالصبر تجمل بالصبر أيها الصابر المجمد 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 منذ زمن ها هو ماهض القوة الحديدية لقد وجدناه سألقي نظرة عن كثير انتظرني يا مارتي تجمل بالصبر تجمل بالصبر تجمل بالصبر إلى آسف على المقاطعة تابعوا ما تفعلون يا أصحاب تحتاجون إلى بعض الهدوء سأنصرف متطفلان كيف تجرؤان على دخول المكان ألا تخشيان من الدخول إلى مكان الزعيم إيفر إيفر ومن يكون هذا ترى هل هو قادم من المريخ يه انظر هناك إنه زعيمنا وعليكما تقديم الطاعة والاحترام له لنؤدي بهما أين اختفى شادو لا أدري كان يتبجح بأنه سيحمينا ولا شك أنه هراب اسمعا جيدا أيها الدخلان المتطفلان قبل مئة عام حضر زعيمنا إيفر إلى هذا المكان لنشر العدالة وحين وصل إلى هنا أغمي عليه ثم تجمد هنا فأصبح إيفر الصابر ويوما ما سيأتي تلاميذه ليتابع نشر رسالته في تحقيق العدالة وإلى أن يحين ذلك الوقت سيقوم الحراس البيض بحراسة مدرسته من المتطفلين ممن يحاولون سرقة أسراره وقتل أتباعه ولن نسمح بذلك هاي تناعتنا باللصوص؟ الفتى الذي أمامك هو وريث آيون وقد أتى إلى مدرستكم المتواضع ليتدرب سنلقنكم درسا لن تنسيه وسنريكم مصير من يتطفل علينا ويستهزئ بمدرستنا أحضر المتطفلين الآخرين ليكونوا عبرة أطفقوا صراحا لم نحصل استطيعوا الاحتمال أكثر أرجوكم لم نقصد إزعاجكم وإنما كنا تعيهين نريد العودة إلى البيت وحسب أصمتوا سأريكم عقبة من يتطفل على ممتلكات خيره ويشترق على الاستهزاء من آخرين شباب ألم أقول لكم لا تتبعوني يا ليتنا لم نفعل ذلك يا معلم كل ما أردناه هو الاطمئنان على سلامتك يا زعيم وبعد ذلك جاء هؤلاء المجانين وأسرون سنبدأ بتنفيذ العقوبة سامحنا أرجوك لن نكرر ذلك مارتي هيا تصرف بسرعة هذه خدعة قديمة ما الذي تريده ستتمكن من الخروج من هنا بأمان إن كانت هذه هي قبضة أي حقا أرجوك عذرني لا يمكنني تشغيلها الآن فذلك غير آمن أبدا سأساعدك يا مارتي ولد أيضا هو كلب الزعيم آيون توقيتك رائع كنت أراقب الوضع يا له من عوض هاي احذر ما المغزى من هذا؟ أطلبوا اطلق سراحي أظن أننا وجدناه التقطنا رانينا مغناطسيا من الجزء العلوي من القطاع فاي كاما سيدي هذه هي مختبرات تشين قد يكون كمينا حذاري أن يكتشف أمرك لا تقلق يا سيدي علينا الاستعداد يبدو أن رايمر قال الحقيقة ندين لك الشكر لولاك لكنا لا نزال نظير على غير مدى ولا ندري كم من الوقت كنا سنستغرق جاهز القوات الأرضية في الحال لكم المقدمة يا تريمو ستكون هذه ضربة دقيقة الهدف أمامنا استعدوا للاقتحام علينا تأمين التسلل قبل وصول الكتائب الرئيسية ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ هل رأيت شيئا في الأعلى؟ لعلها عاصفة الرملية سيدي ما هذه المخلوقات؟ إنهم فرسان الزعيم المدرعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة